في بداية الجلسة الفقرة الأولى هو الأبناء مشروعوا بنا هؤلاء الأبناء الله عز وجل أنعم بهم علينا هذا نعمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله عز وجل أعطانا هؤلاء أبناء من بنات وأولاد نعمة من الله عز وجل فهؤلاء الأبناء كيف الإنسان يعرف هذه النعمة ويحافظ على هذه النعمة وينشئ هذا النشئ نشئ صحيح وتربية صحيحة وكذلك على أسس صحيحة وكذلك أنت يا الأب قدوة لهم سلبا أو إيجابا فحتى يكون هؤلاء الأبناء أبناء صالحين قبلها نتوجه الله عز وجل بالدعاء لهم فبداية نبدأ مع الدكتور سعيد ومحمد حياكم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحبه وسلم وتسليم الكثير وبعده قال الله جل وعلا ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية وقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم وقال جل وعلا وقال جل وعلا وكل مسؤول عن رعيته الرجل راعي فيها لبيته مسؤول عن رعيته إلى أن قبل مرأة راعية في بيتها ومسؤول عن رعيتها ويتدخل كذلك في مسؤولية تربية الأبناء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع قبل بيهم عليها لعشر فارقوا بينهم في المضاجع وارشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الاهتمام بتربية الأبناء فقد كان عليه الصلاة والسلام هو المربي الأول عليه الصلاة والسلام فقد رأى غلاما تطيش يده في الصحفة فمسك يده وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ومر على أبا عمير فقال يا أبا عمير ما فعل أنه غير يمازحه عليه الصلاة والسلام لأن كان معه طيرا يلعب به ذلك الصحابي فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمازحه يا أبا عمير ما فعل أنه غير إذن التربية مطلوبة لا من الأب ولا من الأم وكذلك دور المجتمع المربين كالمدرسين يربون الأبناء ويتعاهدونهم بالتربية وكذلك الدعاء كذلك المصلحين وكذلك الموجهين وكذلك الآباء والزوجات في البيوت والرجل يختار المرأة الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وهذا أمر مطلوب ومشروع وهي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى هذا ينبغي لنا أن نهتم بأولادنا فندعو لهم بدلا ندعو عليهم ونربيهم ونحسن التربية ومن لا يصلح السنة هذه يصلح السنة الجاية ومن لا يصلح في حياتك يصلح بعد موتك وتكون عملك بالله كبير في تربية الأبناء وفي الدعاء لهم وفي الصبر عليهم فإنهم قد تواجه في الحياة متاعب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال من عالة جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو كهاتف الجنة أو قال كانت وقاء له من النار أو كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذن علينا أن نهتم في تربية الأبناء وندعو لهم بالصلاح ونعلمهم التعليم نعلمهم القرآن نعلمهم السنة النبي صلى الله عليه وسلم نعلمهم الذكر في حياتهم كيف يعيشون يرتبطون بالله جل وعلا فإن من أعظم المشاريع لك في الحياة أن ينتج من صلبك أبناء يعبدون الله تبارك وتعالى ويدعون لك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات من عاد من قطع عمله إلا من ثلاث وذكر منهم أولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له ولا يكون هذا الصلاح إلا بتربية وتنشئته النشئة الصحيحة السليمة على كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وارتباطه بالله جل وعلا لهذا قال لأ بقمان لابن يا بني لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم ثم في تلك الوصائل إلى آخر السورة يا بني إن أن تكون قال حبة من خرد تكون في صغرة أو في السماء والفرد يأتي بها الله يا بني أقم الصلاح وأمر أقم الصلاة وأمر بالمعروه على المنكر نصبر على ما أصابك إلى آخر تلك الوصائع الموجودة في سورة يقمان إذن علينا أن نهتم بهذا ونصبر وندعو لأولادنا ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الذرية ولهذا قال الله جل وعلا في القرآن قال إن المؤمنين يدعونا ربنا في قوله جل وعلا واجعلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بعض الناس يغفلون عن كلمة واجعلنا للمتقين إماما فلابد أن تكتون يعني قدوة لأبنائك وتكون كذلك في سيرة حسنة مع الأبناء فإن الله جل وعلا لا يضيع منوك كان أبوهما صالحا قيل أنه كان الجد السابع وقيل غير ذلك أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الذرية يعين نجمين على ذكره وعلى شكري وعلى حسن عباده نبو فيصل بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله شكر الله للدكتور سعيد بيظ الله الكلام الجميل اللي تكلم فيه واستشهاد بلاي دلة ما شاء الله عليه لا شك أن التربية موضوعها موضوع مهم وعظيم والله سبحانه وتعالى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فكل شيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى حتى لو اجتهادنا ولو خلاصنا ولو قدمنا ما قدمنا إذا لم يكتب الله التوفيق لم نطلع بنتيجة كم من أبناء طلعوا ما شاء الله أتقيها مهذبين مهدبين رغب من آباءهم غير ذلك وكم من أباء مهدبين مهذبين طلعوا أبناءهم غير ذلك فكثير حنا عرفناها وعايشنا في المجتمع بعض الأباء جزاء الله خير والله اللي يقول على قد حالهم مش نموره لكن توفيق بالله سبحانه وتعالى ثم بالوالدة بالأم التي تابعت أبناءها عطتهم جل الاهتمام والتعليم والتفوقهم واخذوا مزايا لا يمكن أحد يشعر فيها وهي جانب استثنائي ربما أخذ حقه من الإشادة والشكر هذه الأم دور الأم ودور البيت وقاعدة البيت الأساسية طبعا اللب مشغول في الحياة مشغول بالاهتمامات مشغول بتوفير المال فدائما إذا أردت أن الله يوفقك في أبناءك أو شيء أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى فلا تقول لأبنك أنت بي يصير قدوة وانت ما توفي بالوعود أمامه أو تنصح بالصلاة وانت مقصر أو تنصح بعدم التدخين وانت تدخن أو تنصح بي صلة الرحم وانت قاطع للرحم قدوة حسنة وش بيطرع الأبن إذا أرى أبيه وقدوته في هذه الأمثال ربما هو يتبع أبوه أكثر الأبناء يتبع أبيه صحيح لا شافك بهذا المنظر فهو الله أن يستعيبها حتى عليه يمونك يتوجه فيها وانت غير مطبقها فإذا أردت الأبن أخلص النية لله سبحانه وتعالى وطبق الواقع اللي أنت تريد من ابنك على نفسك فحريئا أن ابنك يقتدي فيك اقتداء أمثل بإذن الله تعالى فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله دائما من الموفقين لتربية أبنائنا وكل من يعمل الخير فينا وكل من نقدم لها الخير ناشا جاء الله خليكم وينشي ناشي الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه نعم ومحمد بسم الله والصلاة والسلام والرسول الله إن شاء الله خير المشايخة والأخوان على ما قاله حقيقة موضوع الأبناء مشروع وبناء موضوع حيوي وكبير والواحد فراحة يستحي يتكلم به بوجود القامات مثل الدكاترا اللي يعني البضاعة تقل بالنسبة لما لديكم صراحة ولكن نحن نرمي دلون لكنها الرشاف مو بقوية ترى وكان من التربويين فيها نعم أي نعم مدارس كذلك ومحمد كذلك كان تربوي في المدارس ما شاء الله مبين عليهم ما شاء الله ولا هنا أبو فيصل تربية الأبناء كمشروع يبدأ من متى وينتهي متى متى يبدأ هذا المشروع طبعا كل مشروع قبل لا يبدأ لا بد أنها يتم لها التخطيط ويتم لها العمل ويتم لها قطة عمل هذا في المشاريع العادية في الحياة شكرا سه��� فما بالك فيه أهم المشاريع وفي أهم الأمور في حياتك اللي هو وجود الأبناء الأبناء ليش هذا نسوي لهما المشروع أساسا مش بيكونون الأبناء هذول هم اللي بيختمون الوطن بيحمون الوطن هم اللي بيحملون الرسالة للأمة هم اللي بيدعون إلى الله هم اللي بيبنون هم اللي أه بي يبنون بهالبلادي لين يقولون بس يبدأ هذا المشروع من قبل الزواج يبدأ من نفسه الإنسان تخطيط مستقبلي أنت تسوي لك مشروع وش تسوي مثلا تبي تشتغل نجار ولا حداد وش بتسوي تتعلم الحدادة تتعلم النجارة تبدأ بنفسك هالإنسان أيها الب تبدأ بنفسك تشوف هل أنت مؤهل للمشروع ولا لا مؤهل جسديا نفسيا اجتماعيا تكمل نفسك ثاني شي المكان اللي بتبدأ من هالمشروع اللي هو الزوجة نعم وأهل الزوجة يجب أنه يختار للمشروع هذا الإنسان اللي قادر معك أنه يبدأ في هذا المشروع البيئة المناسبة البيئة المناسبة نعم بعد ما تحصل البيئة ويبدأ المشروع يأتونك الأطفال الأطفال ذولة إلى منهم جاءوا يبدون في مراحل أول شيء يبدأ بتتابعه من يوم أنه حمل في بطن أمه تربجع بمستشفيات وبتحلل وحيانا ترى يقولون المستشفى هذا في كروموسومات ناقصة كروموسومات زايدة وأنه يريد الإعلاج وهذا والتابع لاني شيء عقب الولاده وهو طفل في المهاد هذه عناية وهو طفل إلى سبع سنوات هذه عناية من سبع إلى تقريبا أربطاشر سنة أو ثمانطاشر سنة هذه عناية خاصة إلى منه صار شاب إلى منه صار رجل إلى منه صار كبير إلى فترة الموت إلى منك صرت شاي بفترة الموت ترى يبيه الكناية وش الدليل؟ نعم الدليل قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبناه ما تعبدون من بعدي لبنيه لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابنك شوفوا وهو على فراش الموت يعقوب عنده يوسير وهو رسول وهو نبي طول سنين يعلمهم إلا أنه يرسخ فيهم أول درس يعلمه إياهم عند الموت ما تعبدون من بعدي قالوا إلهك وإلهك بعد فهذا المشروع منتهد ولذلك يبيله جهد يعني أعجبني أحد الباحثين يعني في التربية يقول تزوجت وأنا أحمل في رأسي ست نظريات يقول بعد ما جاني الأبناء يقول وأنا لم يكن لدي أبناء ست نظريات ولم يكن لدي أبناء ولما جاءني ست أبناء لم يعد لدي نظريات يعني الواقع أحيانا بيختلف عما تدرسه وعما تتعلمه هذه مقدمة هدخل فيها بالموضوع ولعلنا نستكمل إلى جانا الدور مرتن ثاني يزاك يا خيار أبو عبدالله يتحفنا بما لدي أبو عبدالله سم أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير صباح الموضوع هذا موضوع ذو أهمية كبيرة في تربية الأبناء كما تحدثت وكما قلتم لأن الأبناء هم عماد الأمة وهم يتحدثون أو يمثلون آباءهم في الحاضر وفي المستقبل اللي نحن نحب أن نقوله الآن ونسأله السؤال الآن هل نحن وحينما نقول نحن وليس النجاسين هنا المجموعة العامة هل نحن قمنا بتربية أبنائنا تربية إسلامية صحيحة خاصة في الوقت الحاضر لو نظرنا إلى المجتمع الآن لو وجدنا المجتمع علشان نكون مصفين فيه أناس ما شاء الله لا إله إلا الله حريصين جدا على تربية أبنائهم التربية الصحيحة التي تتناسب مع الشريعة الإسلامية وهم ماثلون للمجتمع في الوقت الحاضر ولكن للأسف قد نقول إنهم يعني يمثلون لا يمثلون نصف على الأقل نجد الآن تربية الأبناء من خلال سواء من الأب أو سواء من الأم ينقصها أو يشوبها بعض الأمور الهامة فلو نظرنا مثلا إلى الأشياء المهمة ولنقول الصلاة الصلاة هي المهمة جدا نجد بعض الأولياء الأمور هداهم الله أو الآباء أو الوالدين حريصين كل الحرص على الاهتمام بأولادهم للذهاب إلى المدرسة والذهاب إلى إذا كانوا إذا كانوا طلاب وإذا كانوا موظفين للذهاب إلى الوظيفة وقم راح وظيفك وكذا لكن أحيانا نشاهد الصلاة في هذا الموضوع ضعيف الأمر في هذا الموضوع ضعيف ولنا في وصية لقمان الحكيم اللي قالها الدكتور أمو محمد قبل قليل الوصاية المختلفة وصاية أول ما بدأ منها أوضح لها عن الشرك ثم جاء توصية بالوالدين ووصينا الإسان بوالدين ثم جاء يشرح له عن عظم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي على المنكر ثم أعطاه بعض الأشياء التي يجب أن يكون عليها ويسير عليها في حياته يا بني لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختال فخور هذه الآية تحتاج إلى محاضرة طويلة جدا تنطبق على تربية الأبناء وتنطبق على الناس في المجتمع في الوقت الحاضر واغضض من صوتك في الأخير تقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختال فخور وصاية مجموعة وصاية من لقمان الحكيم لابنه وليست خاصة لابنه هو إنما هي للمجتمع كله الآن نحن نرى للأسف أنه الأبناء تربيتهم في الوقت الحاضر فيها كما قلت نقص وخاصة 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 مع دخول التقنيات الحديثة التي صار لها الآن تأثير سلبي على توجهات الأبناء الأولاد والبنات عندنا الآن كل واحد يشتكي من هذا الشيء كل شخص يشتكي كل شخص مقر بهذا الشيء لكن تبقى المسؤولية عظيمة ما في مجال بكرة تتحلل وتقعد تقول الله دخلت علينا والناس كلهم كذا ولا لا لا كل واحد يبقى حاسب بنفسه وسيسأل بنفسه ماذا عملت لأبنائك حينما رأيتهم مثلا منشغلين بهذه الوسائل وقد تصل الأمور إلى أشياء الله يستر مخيفة جدا إن لم تكن عملية على اللقل تربوية وأنتم شاهدتوا الآن مجموعة من الأطفال دخلوا مستشفيات بسبب استمرارهم باستخدام هذه الآلات ورأيته الآن الأمهات للأسف الغالبية منهم في التربية الآن إذا الولد قاعد يصيح ولا كذا عطتها الجوال وقاعد يفتش في الجوال ويدخل على أشياء ما تدريه الشيء أيضا الرقابة الآن في تربية البنات وتربية الأولاد سواء من الناحية من الأشياء الهامة كالصلاة كما قلنا والابتعاد عن هذه المغريات في التقنية التي غزتنا للأسف ولم تغزونا نحن غزة بلاد العالم كلها ولكن نحن في هذا البلد خاص هو جميع البلدان الإسلامية عامة مطالبون وسنسأل أسئلة عديدة هل قمنا بأن نحن كنا مسؤولين عن الأبناء حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلتم قبل قليل كلكم راع وكلكم مسؤولين عن رعيته فهل طبقنا هذا الحديث هذا ما أرجوه والمسؤولية عظيمة و كل حركة للأبناء في البيت طبعا سواء كانت إيجابية أو سلبية سيسأل عنها الوالد والأم الوالد من جانب وله مسؤوليات من جانب والأم لها مسؤوليات يمكن ربما أكثر لأنها هي التي تربي منذ الصغر ولذلك تجد الطفل وهو صغير حتى في أشهره الأولى يتعامل مع أمه غير لما يتعامل مع أبوه لأنها سبحان الله عليه العظيم الطفل ملتصق بأمه حتى يقال من الحمل أحيانا وهو في بطن أمه تجده يتفاعل مع أمه إذا قرأت القرآن يعني يحس بهذا الشيء وإذا عملت أي شيء يحس بهذا الشيء كما ذلك الأم كما نعرف جلوسها في المنزل أكثر من الأب وهي التي تشاهد الحركات وتشاهد ومن هذا المقام وأصي الأخوات الفاضلات أن يكون متعاونات مع الآباء لأن بعض الأمهات تغطي على أبنائها وعلى أخطاء أبنائها دائما وأبدا حتى وإن كانت أخطاء مميتة أحيانا يكون فيه أخطاء مميتة لأن أحب ذكرها الآن ومنذلك تجد الأم حتى يستشري الأمر ثم لا يكون بعد ذلك إذا عرف الأب فيما بعد ما عاد خلاص ما عاد يمديه نجيب مثال بسيط جدا مثلا يكون الطفل في عمر عشر سنوات حتى أو فتن عشر سنة يبدأ الله يتفكر شرب الدخان مثلا الأم تدري وتدسس أموره وكذا والأب ما يعرف ولو الأب عرف بعض الأمور من خلال الروايح أو شيء تجد الأم تدافع عن ابنها يعني مشكلة هذه والله مشكلة يجب أن نكون نحن الوالدين الأب والأم متعاونين متتاتفين في مصلحة أبنائنا لا نكون بعضنا ضد بعض لأن المسؤولية عظيمة وكل واحد سيسأله ثم الشيء الثاني يجب أن الأب يكون منتبه لأولاده ومتابعا لهم ولا يشعرهم أنه رقيب عليهم باستمرار أنه يفتش ويناظر ويروح ويجي ولكن الأب الحكيم هو من يعرف تصرفات أبنائه سواء كانت تصرفات سلبية أو تصرفات إيجابية وهو الذي يغرس هذه التصرفات الإيجابية لدى أبنائه أرجو من الله العائل القدير لنا ولكم التوفيق وأن نكون من المحسنين في تربية أبنائهم وبناتهم حتى نحصل على الأجر الكثبير وحتى يحصل لنا العائد الكبير كل مننا أنت الآن أنا لو سللت مثلا خلني أمثل على نفسي لو جاء واحد يسألني قال له فلان أطيب منك ما أرتاح ما أرتاح لكن لو قالوا ولدك والله لقيت ولدك والله أن أطيب منك فرحت عليس كذلك لا شك نعم لأن الأبناء ودك عيالك يطعم فإذا كان لك ودك ولك رغبة أن يكون أطيب منك فاغرس فيهم وربهم وواوا إلى آخرة وتدارك الأمور التي لم ترب عليها أنت وتعلمت الآن الآن طبعا على مستوى نحن الشخصي لما كنا في أعمار مثلا خلنا نقول 15-20 حتى ما كانت فيه الوسائل التي تساعد الآن على التربية والوسائل التي والراحة كان الأب في ذلك الوقت لم يفضي حاسي عيالك ولا يكلمهم وأيضا كانت المغريات والأمور كانت سهلة وكان كل واحد من يشغل لأب ولا الأبناء لكن الآن لا سابقا كان الواحد إذا حصل لهم مشكلة في البيت وين يروح ما يقدر ما يقدر راح تروا راح لأحباب القاربة رجعوه راح لأهلك يلا يلا الآن يطلع مع الباب الله يسترعين عليكم بس كل يستقبله تعال واشتبي بهلك هلك ولذا تربية أمانة عظيمة يجب على كل شخص أن يلتزم بها لأننا سنسأل 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 الله يجعلنا وياهم المرثقين في تربية الأبناء وأن نخرج إلى هذا المجتمع جيلا نافع أن يخدم نفسه أولا ويخدم ثم يخدم والديه ثم يخدم مجتمعه ثم يخدم وطنه دائما وابدا والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم لا شك المنزل شركة المنزل مقر الشركة نعم طيب من هو مدير الشركة مدير الشركة الأب أنا وانت ومن هو نائب مدير الشركة الأم الأم نعم فهذا الأب هذا مدير الشركة ونائب مدير الشركة لو صار ما عنده منسجام في الأراء ما عنده منسجام في الأفكار ما عنده منسجام يكون المدير ونائب المدير يكون بينهم انسجام في الآراء ودائم بينهم مشاورات واجتماعات ويتفكر كيف هالشركة ذية تتطور وكيف هالشركة ذية حتى لو شافوا فيه بعض الخسائر أو بعض النقص في الأرباح فكروا كيف يزودوا أرباح أو يوقفونها أو يوقفونها ويشوفون لهم نشاط آخر فهذا المنزل هو الشركة الأب والأم هم مدراء هذه الشركة الأبناء هم نتائج هذه الشركة فحتى يكون هذا النتائج طبعا ونقول مثال ثاني المزارع الآن في المزرعة ليش يتعب في المزرعة حتى نحصد في مارك حتى نحصد كنا ندرس قديما من زرع حصد ومن جد وجد ومن زرع حصد ومن تفاسل بعد فحتى كانوا يمنور يوصون عيالهم وبركات الشريف الله يغفر له يوم يوصوا يقول يا مالك اسمع جابتي دائما بوصيك واسمعي أبوك ترى بامرك وانهاك ومن هالأجاية فكان يوصون و الرعا سلم آخر وصي وص فيها قال الصلاة الصلاة ومالكة إيمانكم ومالكة إيمانكم فنوصي أبنائنا و قبلها مثل ما قال المشايخ ندعو الله سبحانه وتعالى لا ندعو عليهم والله أني أعرف إسرها الآن أننا نادمين على دعاء على ابنهم والآن ابنهم مريض بالسرطان ومريض بالأمراض ما أعلم الله سبحانه وتعالى يشلونه يوطونه يوديونه يجبونه حتى يقول الأب يقول الله أني أعرف أن ما جاه إلا دعانا لا إله دعوا عليه ولا أوفق أعوذ بالله فندعو على ابنائنا يكون عندنا أمننا بالله سبحانه وتعالى مثل ما قال المشايخ أمننا بالله سبحانه وتعالى فنعود للدكتور سعيد أبو محمد عياكم الله يقول الشاعر في أبيات الله جميلة يقول للولاد لما صلح الله فلا مثله مثيل مثل من يرجى مثل من يرجى بعد شدد الفقر الغنى الولد ما يعوض في الولد لا كثير ولا قليل الولد فتح نظر والده واللعمه الولد مشروع أنك تقدم في الحياة نموذج يعني متميز يكون عبد لله تبارك وتعالى ولهذا تدعو الله جل وعلا أن يرزق الذرية الطيبة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هكذا الصالحون يدعونا لأبنائهم ولبناتهم ولذرياتهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أموالكم أن توافقوا ساعة من الله يسألوا يا شيء إلا أعطاه فنهانا عن الدعاء على أبنائنا والمطلوب بالعكس أن ندعو لهم ندعو لأنفسنا وندعو لأولادنا وهذا أمر مطلوب لكن الكثير نسأل الله العفو العافي يدعو على أبنائه والأبناء مشروع مشروع جميل جدا نوح عليه الصلاة والسلام يقول يا بني يا بني يركم معنا يا بني كان ينادي ابنه وهو نوح عليه الصلاة والسلام بلطف بلطف يا بني يا بني يا بني قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج وكان المغرقين إذن كان يدعو ابنه إلى آخر لحظة وهو يدعوه وكذلك الصالحون يدعون أبنائهم بالدعوة الطيبة ويدعون لهم ولا يأيسون من أن يصلحهم الله جل وعلا حتى ولو صار عندهم بعض الأخطاء ولو صار عندهم بعض التقصير لكن كل ما ربوهم على توحيد الله على ذكر الله أغرص فيه مراقبة الله أغرص في قلبه توحيد الله أغرص في قلبه معرفة الله جل وعلا تعلم القرآن تعلم السنة تعلم المبادئ الطيبة القيم الجميلة المبادئ الصحيحة حتى لا ينجرف لأن الشبهات ستكثر في آخر الزمان فتن كقطع المظلم الأجهزة الآن التي في أيدي الأولاد يدعونهم للشبهات يدعونهم للشكوب في توحيد الله في البدع في الخرافات في الزعبلات فلما تربيهم تربية طيبة تعلمهم العقيدة الصحيحة تعلمهم طاعة الله تعلمهم الصح من الخطأ تعلمهم البعد عن المقدرات تعلمهم البعد عن رفقة السوء جلساء السوء وعليك بمجالسة الصالحين الطيبين الناصحين تعلم أبنائك هذا تعليم طيب وهذه تربية طيبة ولهذا يعني اهتمام كثير من الناس يهتم بتربية ابنة تربية يعني بدنية فيعطيه الطعام يعطيه الشراب يعطيه الشيارة يعطيه كذا لكن خالي هو من جوه من تربية الغذاء الروحي الغذاء الإيماني يعني يموت هذا الابن وهو يموت وهو يعني جايع عاري ليس عنده شيء من الدنيا ليست مشكلة إذا كان معها إيمان مع طاعة لله تبارك وتعالى مع الرصيد الإيماني مصيره إلى الجنة بإذن الله جل والذين آمنوا اتبعتم بريتهم بإيمان ألحقنا بمبريتهم وما عالتنا من عملي من شيء لكن يوم أن يموت وهو منعم وشابع وآكل وشارب كل شيء لكن ليس عنده إيمان مصيره إلى النار وستحاسب أنت عنه المسألة خطيرة جدا هو أنفسكم وأهليكم نارا وأقدوا هون ناس في الحجارة يقول لحد الشعراء هني ربي ابني سعد يقول يايدي سعد من سوالبلا لما نصاك أنا بوصيك لمعات تعود صبني لما جا صبك وأنا بوصيك في حب الرفيج رفيجي لما طلبت قال هاك يقول نجار نجار يعني يقول أنا هذا صرت كبير في السن يولدي يعني يهتم فيه وأنا بوصيك فيه بيحب الرفيج الرفيج إلما طلاب تقال هاك وأنا بوصيك في ضم الحلال ريح العطر إلى ما هبجاك وأنا بوصيك من صف الرحوم ذبي أولا دير ريع وراك يقول لا تصافي الناس دعبانين وأنا بوصيك من صف الحريم من صف الحريم جا في شكاك يقول لا تمشي في الطرق الشينة وأنا بوصيك المهم استمر يوصي في هذا الأشياء وصايا هكذا يعني الناس الكبار في السن في العصر السابق فما بالك الآن في الوسائل الحديث والإنجراف المتعدد المنتشر الموجه إلى أبناء المسلمين كلها يعني غزو يوجه إلى أبنائنا ليأخذهم عن حضيرة الإيمان عن المسجد عن القرآن عن الطاعة عن كذا إذن ننتبه لأبنائنا ننتبه لبناتنا ننتبه لأهالينا فإن سوف نسأل عنهم يوم القيامة ندعو الله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الذرية وليجعلنا وإياكم هدى المهتدين لاحظت تلك المرأة التي كانت تشفق على بنتها وكانت يعني عطتها تمرة عائشة فشق فعطت واحد البنات ثم يعني شقرت تمرة أخرى وعطت واحد منهم نصف وارادت تأكل تلك فبكت الأخرى فعطتها نصف الباقي فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم مخبرته القصة قال إن رحمتها بهم أدخلتها الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما في القصة إذن الأم لما ترحم الأبناء ولما تعتني فيهم ولما تصبر على ذاهم لها أجر عظيم وكذلك أنت لما تنفق عليهم وتعطيهم وتصبر على ذاهم وتربيهم لك أجر عظيم مشروع كبير أنك تأتي بعبد لله تبارك وتعالى يعني يخلفك في هذه الحياة وهو ساجد راكع وصالح يعني عضو نافع في الحياة عضو نافع في المجتمع يعني الشاب الصالح الذي تنتجه أنت هذا مشروع كبير يعني المرور يرتاح ما عنده مخالفات هذا إنسان يمشي سيده البلدية ترتاح ما عنده كل يوم حادث في العمدة الكهرباء والمشاكل والأرصفة الشرطة ترتاح قسم المخدرات يرتاحون السجون يرتاح كل المجتمع مرتاح من شر هذا الإبن لكن لما يجي هذا الإبن الشر فإنه يسبب عليك الشرور وعلى المجتمع ويكون عبن على المجتمع إذن نتق الله جل وعلا ونربي أولادنا ونهتم في هذا فهي من أعظم المشاريع أن نقدم في الحياة أبناء صالحين أو بنات صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله ذرية صالحة نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكري وعلى شكري وعلى حسن عبادة وإن يرزقنا ذرية الصالحة ربي الناس كنتم ذرية بواد غير ذجرة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فأبنائك مرهم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبع عليها لا نسألك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتغوى الرزق من الله جل وعلا لكن مر أهلك بالصلاة مرهم بالتوحيد ربهم على طاعة الله يا بني إنه لا ينفع إلا الله لا يضر إلا الله لا يقدم لا يحيي لا يشفي إلا الله جل وعلا تعلمه الفاتحة التي أقرابها في صلواته طول الحياة لك أجر في هذا عظيم ولا أحب أن أستاثر بالوقت أسأل الله جل وعلا أن يصلحنا ولكم الذرية عندنا رسالة من الكويت من الصديق حقيقة والمتابع الدائم أبو مشعل فيقول السلام عليكم وحمد الله وبركاته أخوة بلعاية السلام للشخص الكريم والدكتور صلى الله عليه وسلم والحضور الكريم حفظ الله المملكة والعهده والشعب السعودي والله يرحم شهداء الوطن والدين آمين يا رب العالمين آمين أهم ما تتطرق له وهو تربية الأبناء وإذا أردنا أن نعلم أو نعلم السلام الحقيقي في هذا العالم علينا أن نبدأ بأطفالنا إن حب الأولاد ليس نابغا من كونهم أبناء وإنما منشأه صداقة التربية أحببت أولادك بكلبك أحبب أولادك بكلبك وأدبهم بيدك كل ابنك معلما وهو طفل وصديقا حين يكبر أخوكم من العنزي أبو مشعل من الكويت نشكر لك هذه المشاركة الجميلة وأن دائم جميل يا أبو مشعل ودائم طررتك جميلة علينا والله يوفك ويسعدك آمين يسلام يا أبو يسلام أبو أجزاك الخير كلكم أنا والله استمتعت كل النقاشات الإخوان الموجودين أخونا أبو مشعل من الكويت الله يجزاك خير ويثير إن شاء الله عزيز والصديق أحد اللساتذة علم النفس وعلم الاجتماع ذكر أن هناك خمسة عناصر أساسية للتربية وكل عنصر يندرج تحته كميات معلومات أول عناصر أول هذه عناصر أنصر الاهتمام أنصر القناعة أول أنصر القناعة بعد أنصر الاهتمام بعد أنصر المهارة بعد أنصر العلاقة وبعد أنصر التقوى فأنصر القناعة طبعاً ما يقدم الإنسان على شيء إلا عنده قناعة عنه مهما كان ولو قدمت على شيء وعملته مثلاً دعنا نقول في العبناء في الصلاة إذا ما استشعر قيمتها صار لديه قناعة يروح لها بلا روح كمجاملة ولا راح يستمر لما يصير عنده قناعة أن هذا دين لا بد منه نعم نروح للأنصر الثاني وهو أنصر الاهتمام طبعاً الإنسان في حياته عنده اهتمامات أولويات ما تجعل التربية والعبادة والأمور الدنيوية ما ترتيبها عندك في اهتماماتك طبعاً هذا الترتيب يعود للتربية فالآن الأفضل أن أول اهتماماتك هي عبادتك فلا شك فإذا قبلت على الله كل شيء يقبل عليك بعدها نرجع إلى المهارات ما هي المهارات الشخص اللي عندك أن تبقى على رتم واحد أو تطور نفسك تكتسب من الخبرة الآن حنا وجودنا معكم هي مهارات وخبرات أنا أستفيد من الشيخ من الدكتور والأخوان كلهم أنا أستفيد كطالب معهم فالإنسان يتزود دائماً في العلم في المرجعية في المهارات في الحوار في اللقاءات في الحديث في التواصل الجيران على قارب فهذه مهارة من المهارات بعدها العلاقات علاقاتك الإنسان بعض الناس لا يسمونه بيتوتي عرفون يا من عمله أو مدرسته إلى بيته تماماً وهذول من غلقين فالتواصل أحياناً سليب جميلة حتى من التربية الإنسان مهما كبر تقدر فيه العمر تراه يستفيد خبرات كل يتربى على قيم على أخلاق على بذاهب على أشياء يعدل أخطاء تعديلك لخطاءك هذه تربية لأنك ما راح تستفيد وتعدل الأخطاء إلا لما تشاهد الناس تقع فيها صحيح فهذه من الخطوات اللي اللي فيها البعدها اللي هي القدوات أنا لما إني حصلت على هذه الأشياء وهذه المميزات يا أخي إني إني أصير قدوة إلا أستفيد من قدوات فيها أنا أستفيد نعم من الدكتور الله يزخير قدوة لنا في الحفظ قدوة لنا في الاستشهاد بالأدلة قدوة لنا في أشياء كثيرة الأخوان لما يقدموا معلومة مستفيد منهم ونقتدي في أساليبهم في طرحهم في لقاءاتهم فدائما في مثل يقول لا يقول لا تنظر للخليل للمرء ولكن أنظر لقرينه من يقانن أنه كل قرين بالمقارن يقتدي المرء إلا تسأل وسأل عن قرينه أن القرينه بالمقارن يقتدي فهذه من ركايز القدوة في الحياة أنك تقتدي بهذه الأشخاص فالتربية مجالها واسع ومجالها رحب وهي الحمد لله ربي أكرمنا فيها لأنها سهلة لا تحتاج جهد كثير لكن تحتاج نفسية طيبة وقبال وتأسيس من الصغر لأن التعليم الشي يقولون التعليم في الصغر كالنقش في الحجر لأن الإنسان إذا كبر حتى في التعليم الخاص وفيه أشياء خاصة يصعب والعلم في الكبري كالنقش في التربي أحسنتي رحمة الله فنسأل الله عز وجل لن يجعلنا إن شاء الله وإياكم هداة المهتدين اللهم عمل الطيب يرضي ووجه الكريم اللهم جزاك خير نصبح على الشيعة لمحمد محماس الزنغوب وابو معاذ صباح الخير يا صباح النور والسرور يا بنا يا فأنت والإخوان وصباح الخير للمشاهدين وصباح الخير للأمة الإسلامية والعربية نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اليوم يوم سعيدا ويكتب لنا ولكم الأجر والتوفيق والسعادة في الدنيا والأخير موضوعكم اليوم وانا آسف أني تأخرت لأني والله بعض الظروف تخبرون الرياض والحمد والسلام البعد والزحم وهذه ينعذر فيها صدق فتربية الأبناء لا شك أنها أمانة على عاتق الأب يعني على الأب والأم الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا وقو أنفسكم وأهليكم نارا ويقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة والدنيا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعا وكل مسؤول على الرعيات فلا شك أن الأبناء أمانة في عنق الوالدين يعني الواجب عليك ليس الإطعام والإسكان والملبس فهذه أمور يعني مادية دنيوية لكن عليك بإصلاح الذات قبل قبل الاهتمام بالجسد فمن يوم يطلع ولدك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمروا أولادكم بالصلاة لعشر وضربهم عليها لسبع وضربهم عليها لعشر فهذا دليل على أن لابد أنك تهتم بأبنائك تربية على الدين على الخلق على الأمانة على الصدق على الوفاء على على احترام الجار على الاهتمام بالممتلكات فهذه أمور يجب على الوالد وجوباً يعني لا بد أنه ينبه على هذه الأمور ويعلم أبنائك يدخلهم في مدارس تهتم بهم وتهتم بصلاحهم فأنت مسؤول عنهم مسؤولية تامة يوم القيامة مهم الله عز وجل الله عز وجل سوف استرعاك على هذه الرعية وسوف يسألك عن صلاحهم عن عبادتهم فأنت أول ما تربيهم عليه هو مخافة الله عز وجل مخافة الله مراقبة الله يعني يجعلون دائماً الله نصب أعينه فإذا الإنسان دخل في قلب مراقبة الله والخوف من الله والرجاء فيما عند الله صلاح حاله سواء الأبناء والأباء ولكن غرس هذه يعني الركيزة في قلوب الأبناء دائماً نحن يا أخوان وش نقول لا يا أولدي ترى عيب عليك تسوي كذا هذه فعلاً من الجوانب الطيبة لكن قبل ما نقول عيب نقول ترى هذه معصي لله ترى الأمر هذا يضرك يا أولدي ترى هذا يمكن الله يعاقبك عليه يغضب الله يغضب الله يترك هذا الأمر لأجل الله عز وجل نعم ومن ترك إلا شيء عوض الله خيراً منه فلما يكون عند هذا الولد الشعور بمراقبة الله والخوف من الله والمحافظة على الصلاة فمثل ما ذكر الدكتور لن تجد عنده بعض الأمور السلبية من التفحيط ومن يعني آذاء المسلمين أو الإفساد في الأرض لأنه راقب الله عز وجل ثم احترم دولته واحترم المجتمع الذي يعيش فيه فيجب علينا يا أخواني أنه ربي ويعني الكلام لنا والمشاهدين وكلنا آبا سواءنا المشاهدين أو حنا الملقين يجب علينا أنه تم بجانب الجانب الروحي للإبن ذكروا أن هارون الرشيد لها أربعة ابناء ويحبهم حب نجمع ثلاثة منهم تعلموا واحد منهم كره العلم فاسئلي يوم من الأيام قال ويش سوى شيخكم قال أخذه الله فارتاح الكتاب يقول مات شيخنا وارتاح الكتاب قال يا أولدي وصل بك يعني بغض العلم إلى أنك تقول ارتاح يعني يعني أبغضت العلم لها الدرجة أنك تبغى شيخك يموت قال هذا اللي صار فتخبرون عطف الوالد ورحمة الوالد وشفقة الوالد على ابنائه قال خلاص يا أولدي دام هذا شعورك لعد تدرسه فلما كبر هذا الرجل سألوه قالوا وش وضعك الآن قال قتلني يحب هارولي يحب أبي يقول ليت يعني ما وصل لها الدرجة أنه يحبني فحرمني من العلم لأنه كان يلكن في الحروف يعني غير متقن للغة العربية فقال يعني قتلني يحب هارولي فأنت الآن لما تشوف ولدك يصرح الصباح مثلا للمدرسة أحيانا ترحمه في البرد ولا تخاف عليه من الشمس ولا لكن خوفك هذا العاطفة هذه لا تغلب جانب أنك تبغاه بكرة يصير عالم تبغاه بكرة يفيد الأمة تبغاه منه النفع للأمة فيجب علينا أن نهتم بالعلم نهتم بتعليمهم نهتم طال عمركم ينفع نفسه وأحيانا ينفع نفسه فعلا أحيانا أنتم في الحفلات في الزواجات ولا في اجتماعات والله أحيانا تشوفوا ولا تقول الله يرحم من ربك صحيح يدعي لأبوه يمكن أن أبوه بعد يكون ميت لكن يدعى له أنا أمحسيكم والله في أسرة عندي في ظهرت بالتخصيص قسم بالله يا رجل الفجر والأبناء يعني أعمارهم اثنى عشر أربعة عشر ستة عشر فمتجهين للمسجد الفجر ودي أمسكهم أقبل روسهم ودائما أدعي حتى بالأخص لمهم لأننا عارف أبوه هم مشغول في عمل ودائما ما يكون به لكن هذا دليل على أن المرأة صالحة صحيح صحيح ويتجهون للفجر تخيل ما شاء الله بارك الله فيجب علينا يا أخوان أننا نهتم بالجانب تعبدي والجانب الروحي ويعني يكون التربية التكاملية ما هو بس اهتمام منك طال عمرك تربي تربية الحين بعض حتى الحيوانات تتربية طال عمرك تجيب لها الأكل تجيب لها تهتم فيها بس الإنسان يحتاج إلى تربية روحية وتربية يعني تعليم واهتمام فأنا أسأل الله عز وجل أن يفقنا وياكم لصالح الأعمال والأقوال هذا والله أعلم أحكم صلى الله عليه وسلم السلام وخير محمد بسم الله نرجع لما قلنا سابقا أن الزواج كمشروع نعم أرجع الجزئية فيه الكثير أنها يجب أنك تحدد الهدف منها الزواج النية النية نعم النية مطية الكثير يتمنى يعني يقول لك أنا أبي أتزوج ويجيدي عيال معنا للزواج يعني أهداف أخرى يعني منها الترابط منها الإشباع العاطفي النفسي لكن نبقى على هدف الذرية هذه لا تسهل وشهو لتبعي يا لنت تجد أيضا هالغاية هذه في نفسه لها تختلف من شخص إلى آخر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وجهنا بتوجيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من ضمنها ولد صالح يدعو له وشرط الصالح نعم ولد صالح الصلاح هذا ما رح يكون إلا بماذا إلا وفق الله بتربية سنعة يعني بتربية مناسبة فبعضهم لا يعني يبغى يفكر أن الثمن أنه بيلقاه في حياته يقول له أبيه لكبرت أنه يبزاني هالولد ويشيل ويشيل أمه ويشيل خواته ويشيل ويشيل يفكر أن هذا الثمن بعضهم يقول لا أبيه يصير موظف وظيف تنزينا وينظرون لها الناس وينظرون لنا الناس أو يعاوني في تجارة أو وهي كلها أهداف مشروعة ومقبولة ولكن ينبغي عشان أنك تعمل وتؤجر على هالولد أو البنت وكل ما تفعله لأجلهم يكتب لك حسنات ويخلف الله عليك فيه يجب أن يكون هدفك أنه ولد صالح يدعو له يجب أن يكون هدفك أن هذا يطلع لبنة صالحة لمجتمعه ولأسرته ولأهله ولنفسه ولدينه يعني تحتسب أن ما سيقوم في هذا الولد أنه سيعود بالنفع على الجميع وليس عليك أنت الحالك على نفسه على والدته على خواته على زوجته على أبناء على إخوانه على جيرانه على زملاء في العمل على المجتمع كله على الوطن فالجزئية هذه يعني أحبذ أنها لو لو يلتفت لها كل واحد عند عند ما يبغى يعني يربع أبناءه أو يصرف عليهم أو ينفق عليهم ويحتسب بالأجر لله يعني في كل ما يعمله لأجل هذه الجزئية أعصى الله ينفى بما قلنا إنما الأعمال بالنيات بالنيات وإنما لكل إبراه ما نوا مثل ما قلت نقدم النية قبل كل شيء لا نعم أنت تستغرب تستغرب أحياناً تجد واحد بعد أنك يبعد الله تجد واحد يعني عند عشرات الأبناء والبنات لكن لما تسأل عنهم ما تجد يعني عناية في الجانب الديني فيهم تجد تبخلهم أحسن مدارس وأحسن تعليم وأحسن سفريات وينفق عليهم لكن ما ما تشعر أنه ينفق عليهم الدنيا فهذا يعني ملاحظة ذكرت أبو عبدالله تضل بسم الله الرحمن الرحيم أنتم تحدثتوا كثيراً عن هذا الموضوع وأشبعتموه وهو الحقيقة موضوع حساس وهو من ركائز الأمة أنا أتحدث الآن عن التجارب بعض التجارب التي مررت بها وهي لها علاقة مهمة بالتربية فمثلاً نجد لما كنا في المدارس أولياء الأمور ما فيه واحد ما أذكر واحد جاء ودخل علينا في المدرسة يسألنا عن سلوك ابني شلونه في المدرسة أخلاقه تربيئ ما من اليوم يجي يقول ها شلونه بالحساب شلونه بالعلوم شلونه يحل الواجبات عسا وين المدرس الفلاني يجي أناقشه عنه استواء تعليم بس تعليم ما فيه واحد جاء وسأل عن تربية الابن وعن سلوكه في المدرسة لأن المدرسة هي البيئة الثانية بعد البيت للتربية يعني وقد يكون أحياناً البيت عاجز عن التربية لعاد أسباب ما رح أنها نتطرق إليها الآن من خلال من الأبوين من الأم والأم عاجزين ولكن بعض المدارس يكون فيها أسلوب راقي للتربية ولذا بعض الأبناء زي ما تقول يصاب بصدمة حينما يأتي البيت يلقى فيها فوضوية وكذا ويجي المدرسة يلقى فيها والعكس لكن الشاهد في الموضوع أنه ما عمر جاناً واحد من الآباء ما فيه على هذه الهنة ما فيه أقول ما فيه لأن على مستويه أنا على الأقل أسأل عن ابنه عن أخلاقه عن سلوكه عن تعامله وعسى ما فيه أخطاء من يوم يدخل مستوى مدرس ولا يتلقاه تذمر من المدرسين المدرس فلاني تذمر واش تطلب من تذمر تذمر من نفسك لقوله أنا أقول لهم من يوم يدخل قلت أنت جاينا حين ورا ما سألت عن تربية ابنك عن سلوك ابنك في المدرسة عن 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 قموني يا جل فعادي لقيت السيدة خلاص انتهى انتهى فهذه نقطة هامة جداً يجب علينا دائماً وأبداً كآبا وكأمهات أن يكون نصب عينين التربية تربية بالأخلاق والتربية بالكذا والتربية الجيدة ينتج عنها السلوك الجيد منها اللي قالوا الأخوان الصلاة والذهاب للمسجد وعدم الكذب وعدم سوء الكلام وعدم إلى آخرها فمات ما قمنا بتربية أبنائنا تربية حقيقية تتناسب مع التربية الإسلامية فإننا سنوجد بإذن الله بعد الله سبحانه وتعالى جيلاً نافعاً صالحاً للمجتمع من هذا المقام اللي يسمعني يجب عليه إذا زار المدرسة أول ما يهتم به السؤال عن سلوك ابنه لأن السلوك هو الأساس هذا واحد من التجارب التجارب الثانية الآن نجد بعض الأمهات أيها الأمهات والأخوات اللي شاهدتنا كلهم ينطبق علينا الكلام هذا يكون ابنها عمره عشر سنين ولا أخا ولا خال لا عشر والله من عشر والله ويجي لما يصبح عندها أبي سيارة أبي سيارة وروحي وديس وجيبس ووديس ومون تجي تصيح على الأبو اللي إيد شاري دولاك عندهم ولدهم عندها سيارة وذاك مدري إيش وهي لا تعرف أنها أعطت ابنها سكينا ليقتل نفسها بس العاطفة عاطفة سيارة نعطيها طفل سيارة نعطيها حتى ابو خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ما بعد لتم عقله مضبوط ولا بعد كذا وكذا ونجد لا مبالي ونجده ما هو مكان فمثل هذه العواطف يجب أن نبعدها تماما لمصلحة أبنائنا كنا في نقاش قبل فترة في مجلس ما من مجالس واحد أثنين من الآباء يقول هو اللي فتح الموضوع قال من عنده سيارة كذا كذا قلت شبيبها قال بهالولدي قلت كم عمره وذكرت ما تسع سنوات ما حول أنت صاحي ولي مجنوب في المدينة ولا في البرو آآ مدينة الماء مدينة خطر علي هذا ليس أن تقول خطر يقول أبي ودي أمه للرياضة حلال هذا الجاهد في كل شيء إذا أنت معاقل أنت صاحي ولي مجنوب قال لي أبي الحلال لأنه لا قلت يا أخي أنت خلوا لديك يموت إن شاء الله استغذرواه العلي العظيم إذا كنت منتب حريص عليه لكن لا يؤذي الناس هذا يعني إذا طلع بيودي لا أم أسره ولا يودي لا خطأ صرت منتب حريصه على أولدك كيفك فلهذا يجب علينا العواطف دائما وأبدا ما تسبق على الأولويات ما نسلم لأبنائنا مواضع السيارات ومواضع وأنت يا أيها الأمهات اللي يسمعون لنا لا تركنا العواطف جانبا وحرصنا دائما وابدا على مصلحة أبنائك هنا وقد تدخل في موضوع الله يسترع أنك ساعدت في قتل نفس يعني نحن لما تساعد في شيء يؤدي للقتل ويؤدي فكأنك شاركت يعني أنتو عارف أنه طفل ما بأدي عقله كذا كذا ومتسلمة حاجة كذا معنات أنك الله يسترعين عليكم الحاجة الثالثة وأنتم طرقتوا إليها كلكم والسنة بقولها اللي هي الدعاء نعم الدعاء مخرجه واحد من الفم من هنا إن كاننا سلب وإن كاننا إيجاب صحيح ونحن المطالبون بأن ندعب الإيجاب لأنه اللي فيه المصلحة والله عادنا بذلك وإلى آخر ذلك والخسارة يعني واحدة خسارة لسانك وخسارة في الحديث ليست الخسارة حينما تدعو على ابنك فإن الكلام واحد وإن تدعو عليه من اللسان يقصد مهم ولكن النتيجة ما هي الله سبحانه وتعالى من الناس الذين استجابوا دعاهم الوالدين وحتى غير الوالدين لأنه أحيانا تدعو وتجد هذه الدعوة والمظلوم مظلوم لا وغير مظلوم حتى غير مظلوم أنت ممكن تدعو يعني على ابنك وعلى غير ابنك أو على كذا فتجد بابا مفتوحا وتقبل هذه الدعوة فعلينا الانتبال هي هذا الشيء وبدل ما أن ندعو عليهم والأخوات اللي يسمعوننا فيه أنا عارف فيه من يدعو على ابناهم بعض مرات فهذه كما نعرف الدعاء سلاح قوي وخاصة من الوالدين خاصة من الوالدين فالانتبال هي هذا الشيء كما قال ابونا في قبل قليل بقى حاجة مهمة وهي أنا طوّث عليكم في الموقع لكن ما بعد لا فطور ما عليش أولا يا بنايف خلاص هل جاهزين عجب السباكة نقطة 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 هذه النقطة بإجازة في موسم الإجازات أو خلنا نقول موسم غير الإجازات حتى يجتمع مجموعة من الأقارب في الاستراحات وفي الرحلات وفي البيوت وفي كذا ولا ينتبهون لسلبية هذه الاجتماعات هم عند أنفسهم أن هذه الاجتماعات كلها إيجابية هي في صح إيجابية في صلاة الرحم وتعارف الأقارب وبعضهم يشوف بعض ويضطمئن على بعض لكن في حاجة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها وإلى أننا نمسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى وقد تكون النار هنا من مستصغر الشلري لا سيما بين البنات والأبناء اللي هما يعني في الأعمار الصغيرة جدا قد يكون بداية شرب الدخان لأحد أبنائك إنه شاف ولد عمه أو شاف ولد أخوه أو شاف كذا كذا وبدأ هذه خلاص من هذه الاجتماعات ما انتبهت أنت ولا للاحظت تارس الحبل على الغارب البنات أيضا لما يجلسن البنات ما هو كلهم سلوكين واحد كل واحد لها سلوك كل واحد لها آراء ولها شطحات يجب أن ننتبه لهذه النقاط ولا سيما في الإجازة الطويلة ما يتسمى الإجازة الطويلة حيث تكثر الاجتماعات والزواجات ول 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 يجب أن ننتبه الأم تنتبه لبناتها والأب ينتبه لأولاده في مثل هذه الأشياء لا أحب الإطالة عشان الفطور بس لدي سؤال لذلك بس حديث رسول الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه يقول الرأي سلم لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعو على أموالكم توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم نعم رواه مسلم فلا ندعي على أبنائنا ولا على أموالنا ولا على على أهلنا فنقول تفضلوا من فطور سؤال بس للدكتور قبل طيب بعد دخول التقنية نحمد الله نعمل اللي حن فيها والتواصل الاجتماعي ليلا ونهارا يعني كم نسبة تأثير الأسرة في الأبناء والمدرسة كم تأثيرها الآن إيه تقريباً والله حسب على حسب على حسب ولكنها ضعيفة جداً في بجال لسيما الأسرة الآن الموضوع ده هذا ما عادي انتبهه الله أبداً ولكن عندهم شيء أنا أقصد ما عنده شيء مثلاً مع ابنائك ما عمرك يعني على الأقل تحشي على المضار والأشياء اللي فيه يعني تتعلمون الجوار قبل ما تتعلمون الجوار ما ذلك تخلي عندهم الأعباد والمدرئي قلل الشيء قلهم يعني لا أود أنك تفضل على المدرئي لكن نسأل الله أن يصلح ما ننهد للدعاء ونعمل ما ننهد للدعاء وننهد للدعاء يا ابناء التقلية السلاح ذو حدين وعملنا في الله كبير تفضل ايو الله خل عندك ثقة والأبناء يتبعون الآباء بين الله وذرية والمجتمع إن شاء الله مرحب الله مامي